أكد اللواء رق نجم الدين كرار عبيد والي ولاية وسط درفور المكلف استقرار الأوضاع الأمنية واكتمال كافة الترتبات المتعلقة بحماية وتأمين الموسم الزراعي داعين المواطنين لعدم الالتفاة للشائعات التي تهدف لتعطيل الموسم الزراعي في الوقت ذاته كدى المذارعون استقرار الأوضاع بجميع المناطق وأنه لا توجد أي مهددات أمنية وشيدين بتماسك النسجر الاجتماعي بين كافة مكونات الولاية ورهان على نجاح هذا الموسم بالرغبة الأكيدة المسنى من كل المواطنين في المنطقة بالإضافة للجهود الرسمية والشعبية ونحن برضو بالرهن على نجاح هذا الموسم لتغفر المغاومات النجاح في هذه الولاية فالولاية الحمد لله تتمتع بإمكانيات زراعية هائلة من حيث المياه والتربة والمناخ وفي ذات الصعيد أكد المزارعون بمنطقة غيري هدوء الأحوال الأمنية وشيدين بدور لجنة أمن الولاية في إنشاء نقاط ارتكاز للقوات المشتركة لتعزيز الأمن بالمزارع مطالبين حكومة الولاية بتوفير المعاينات الزراعية الحمد لله لكن في بعض من الناس مطماطلين في الزراعة وفي إشعاءات بيقولوا لك كده وفي حاصل كده لكن والله ما حصل أي شيء الأحداث زي من اسمع بها بعيد لكن ده نحن في دائرتنا ما حصل أي شيء والخريف ده الحمد لله كويس وأمطار كويس ومبشرة يعني في ناس هس يهودة عيشهم والماسك ده وفي ناس الحمد لله ليلة يوم تلاتة سبعة الحمد لله الشغل ماشي كويس والأمن كويس ما في بلاقات حتى البابات الجباهي هس يقعد لكن ما في حاجة لما تخلي الناس يسمعينه التخاف يعني والله ما في أي حاجة الناس القاعدين في الحلة والقاعدين وين والله ما يسمعه الإشعاء ما في أي حاجة الناس ده أمنين تمام وأي زول بقول الكلام ده كده بيشوف بعينه يومين ده يعني في نشار الثبات الزادة ده أيامه أيام المترة ذاته أي مزار ده يمشي يذرة طوالي ما في أي مشكلة بالنسبة للأمن التوالي حكومة جائز يعني تيت أي لادة في أي بلاقات لادة من قوات المشتركة قاعدة يعني ما في أي مشكلة يعني أي دوليات لا يمشي يذرة بطس الزراعة مية في المية إذا ما ذرنا يعني ما بي يعني ما بيطريقة شموات يأكل يالي وآكل كده